في الرسالة كلمة والكلمة حق وفي الميدان صولات وجولات وفي ساحة المعركة رصاصة في وجه العدو تطلقها يد شجاع الجيش العراقي الباسل الذي عرفته الجيوش كرابع أقوى الجيوش في العالم وهو الذي تأسس في عام 1920 بالغيرة والحمية يبني حماة العراق تاريخا ويحقق الجنود الباسل مسيرة لا توقفها الصعاب وفي قوائم الشهداء الذين ضحوا من أجل البلاد في القوائم المكتظة بأسماء أبناء الشعب العراقي المنتسبين للجيش تعلو الهمم ويتجدد العزم حبا وفداء للوطن يسقط الشهيد تلو الشهيد لكن الأجيال مستمرة بالتضحية وبذل المزيد يسقط الشهداء في زمن الحروب والاحتلال والإرهاب تطول القائمة وتمتلع الذاكرة العراقية أسماء سطرت بدمائها قصص البطلات ومن بين هؤلاء الجنود الأشاوس والشجعان شهداء رحلوا لكن بقيت رسالة الانتماء في قلوب الأهل والأبناء الحمد لله للشكر لأنه يكون ابني العزيز أنه يكون ابني العزيز يكون جزء من المجد للوطن يوم أضحنا ونضحي ونحن مستمرين بالتضحية محاربة الإرهاب نهج عكف عليه جميع ونصر الجيش العراقي وتستمر التضحيات حيث كان آخرها استشهاد المقاتلين البطل العميد الركن أحمد عبد الواحد اللامي آمر للواء التاسع والعشرين من فرقة المشات السابعة والذي استشهد أثناء تعقبه مجموعة إرهابية استشهاد الملازم شمس الدين صالح العملية الأمنية وقعت يوم الثلاثاء الموافق للثامن والعشرين من تموز عام 2020 تاريخ لا ينهي سيل الدماء في سبيل الدفاع عن العراق نعي بأنفاس العزيمة تنشره قيادة العمليات المشتركة لتختتم الرسالة بأن شهداء العراق خالدون ومن دمائهم يستلهم الآخرون الشجاعة في الدفاع عن الأوطان